الحكومة تعزز وجودها السياسي في مدينة مارب بعد يومين من دخول الحوثيين إلى مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف المجاورة وزيراء الإدارة المحلية والأوقاف في طليعة وزراء الحكومة الذين بدأوا بالوصول إلى مارب وسط تأكيدات من الوزيرين عبدالرقيب فتح وأحمد عطية بأن وزراء آخرين سيصلون اتباعا إلى المدينة فيما أكد مصدر حكومي بأن رئيس الحكومة سيصل مارب قريبا خطوة سبق وأن طالب بها وزير النقل صالح الجبواني الذي اضطره التحالف للتواجد خارج البلاد بعد مواجهته تحركا عسكريا انتهى بالانقلاب على الشرعية في مدينة عدن منتصف شهر أغسطس من العام المنصر الجبواني شدد في تغريدة له على ضرورة أن تتحرك حكومة الدكتور معين عبدالملك بكامل أعضائها فورا إلى مارب وعقد اجتماع لها هناك وجعل مارب مقرا لها والحجد للمعركة الكبرى مع ميليشيا الحوثي وإذا لم تقم وفقا للجبواني بهذه الخطوة فإن عليها أن تقدم استقالتها أحيط تواجد الوفد الوزاري في مارب بقدر من عدم الاكتراث من جانب الإعلام الرسمي واكتفت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة بنشر خبر الاتصالات التي جرىها رئيس الوزراء مع كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة المتواجدين في مارب والتي جرى خلالها بحث الترتيبات الجارية للانتقال إلى مرحلة الهجوم بهدف ردع ميليشيا الحوثي رئيس الوزراء وصف المعركة الدائرة حاليا بالحاسمة وبأنها تمر بمنعطف خطير يتطلب من الجميع مزيدا من رص الصفوف وتوحيد الجهود والابتعاد عن الحسابة الضيقة وتغليب المصالح الوطنية العليا مشددا على أن الحكومة لن تتهاون مع أي تقصير للمسؤولين وعلى رأسهم القيادات العسكرية والأمنية في أداء واجباتهم والمهام المناطة بهم على الوجه الأمثل تحرك الحكومة يأتي وسط كم هائل من التشويش الذي يمارسه إعلام الميليشيا بهدف هز معنويات المعسكر المنافح عن محافظة مارب وفي المقدمة الجيش الوطني لكن المراقبين اعتبروا أن وجود الحكومة وحده لا يكفي في معزل عن إحداث تحول حقيقي في الإمكانية المادية للمواجهة فلم يكن موجودها كافيا في عدن لمنع وقوع انقلاب استهدف الشرعية خصوصا وأن التهديدات الحقيقية لا تأتي من الحوثيين بل من الترتيبات الخفية والمعلنة للتحالف الذي يسيطر بشكل كامل على القرار السياسي والعسكري الخاص بالمعركة مع الانقلابيين ترجمة نانسي قنقر